لو لسه ما جربتهاش اللي انت تحط الزبادي على اللحمة يبقى فايتك كتير تعالي بقى النهاردة نحط الزبادي على اللحمة ونجرب مع بعض لسندوتش الحكاية دوت اول حاجة معايا نصف كيلو من اللحمة والقطعية اللي انا مستخدمها قطعية بوفتيج بس مقطعها شريح لاني هحولها لشاورمة بس الشاورمة اللي انا هعملها طعمها حلو قوي هتعجبك ان شاء الله حطت عليها نصف كباية زبادي بمعدل معلقتين وكمان حطت الملح والفلفل الاسود سبع بهرات طنبودر بصلبودر كمان شوية كده من البابريكة رشة بسيطة من جسد التيب وكمان حطت حوالي اربع معالق من الخل هقلب كله مع بعض وتسيبيها كده في التدبيلة لمدة ساعة او نص ساعة او ممكن يوم كامل على حسب ما انت عايز انا سبتها بصراحة بيني وبينك حوالي عشر دقايق بعد ما سبتها عشر دقايق جبت الطاصة سخنتها على النار كويس كان عندي كطعة كده من اللية بدأت بقى لانا ايه اروح مسيحيها على النار وطبعا دي هت اختياري انا هشيلها دلوقتي بس انك كنت محتاجة لطعم بتاعي بعد كده استنيت لحد ما لزيت سخن معايا نزلت بكمية اللحمة كلها هسيبها لحد ما تجيب الميا بتاعتها وترجع تشربها تاني وطبعا ايه النور عليها كويس جدا علشان خاطر تستوي معايا بسرعة وطبعا قطعت اللحمة انت بتختريها بناء على سوى اللحمة انا هنا اخترت بفتيك عشان يستوي معايا بسرعة وما ياخدش وقت اللحمة نزلت الميا وبقت معايا تماما هتاخر كده شوية اللحمة دول وطبعا بعد ما شربت 50% من الميا بتاعتها هنزل بصلاية متقطعة شريح والكمية البصل دي بصلاية بس دي محترمة شوية بعد كده كنت محضرة معايا فلفل الوين فلفل اغضر اسفا فلفل اغضر وفلفل حامي قطعتهم بالشكل دوت وحطيتهم على النور بعد كده اغطيت الحلة التوصى وصبتها تهدى شوية كده لحد ما يتبالوا معايا قلبت كله مع بعضه في المرحلة دي ده انا كنت محضرة طماطم بس هسيب الاول الخضار يستوي شوية مع اللحمة خلاص كده بقى معايا تمام وزي الفل في الوقت دوت انا مش عايزة اللحمة تشرب كمية السوس اللي فيها كلها جبت الطماطم شلت القلب وبدأت اللي انا قطع اللحمة بتاعها شريح بالشكل ده انا خلاص فاضلي اقل من دقيقة وطف النور عشان كده حطيت الطماطم وكمان حطيت كده حوالي ربع كوباية من البقدونس المفروم هقلب كله مع بعضه وطبعا لو انت عايزها تشرب السوس بتاعها كويس جدا تدفي النور اتسيبيها شوية على النور انا طبعا محتاجة السوس دوت عشان هعمل بلسان دوتشات والعيش الفينو هجيب الفينو وابدأ اللي انا احطه في ارضية المقلية لحد ما يتشرب السوس بالشكل ده في الوقت دوت بقى هعمل احلى سان دوتش طعمه حكاية طعم الفينو كمان واخد من طعم التدبيلة مش محتاج اي سوس تاني تحطيه عليه هو كده السان دوتش بتاعنا جاهز على الاكل على طول اتجرب الطريقة ديت ودعيلي لان انا واسكا اللي هي هتعجبك ما تنسيش تعملي منشن لصحابك اللي بيحبوا الشويرمان اشتركوا في القناة